اشتركوا في القناة تراجعوا عدد الصراعات اللي تمت في مائة سنة قبل انشاء الامم المتحدة وعدد الصراعات المسلحة او الصراعات اللي تمت اثناء وجود الامم المتحدة لان في ناس كتير جدا بيقولوا يعني احنا مش حاسين ان في تأثير كبير للمنظمة الدولية في السلم والامن الدولي وانا الحقيقة ليه وجهة نظر بسجلها قدامكم لانا شايف ان في تأثير كبير جدا وكانت في دول قبل من مائة سنة فاتت واكتر كمان كانت دايما تشعر بضعفها وبالتهديد المحتمل لامنها والسلامتها نتيجة ان كان الكبير ممكن يوم يتعامل مع دول تبتلع دول وده حصل واستمر كتير الكلام ده تراجع تراجع بشكل كبير جدا جدا وبقى النهاردة بقى فيه قانون دولي وبقى فيه اجراءات وبقى فيه شرعية لأي عمل ممكن يتعامل الامور بتتنظم واللي انا اصده بالموضوع ده هو ان البشرية البشرية بتطور نفسها يوم بعد يوم بس البشرية عمرها من سنة واتنين البشرية عمرها عشرات ومئات السنين انا بس دي اول نقطة عايز اقولها الكنقطة التانية اسمحول ان انا اقول لكم من اللي انتم عملتوه خلال الايام الماضية ارجو ان انتم تحطوه في وثيقة وثيقة متكملة بكل النقاشات اللي تمت ويتم تسليم الوثيقة دي للامم المتحدة على ان ده عمل ام بي شباب العالم في اول مؤتمر لشباب العالم في مصر ارجو ان احنا نعمل الوثيقة دي بشكل يعني يليق بان احنا نسلمها قد يعني يستفاد بها قد توضع في متحف الامم المتحدة على ان احنا كمان في مصر هنا واحنا كمان كشباب العالم اللي جينا هنا والتقينا وتكلمنا وتناولنا المسألة بشكل حضاري وبشكل رائع كله تم تناول المسائل بشكل موضوعي حتى لو كان بشكل حالم لكن بشكل موضوعي وبشكل فيه استنارة كبيرة جدا جدا احنا من حقنا ان احنا نقول للعالم من خلال الرمزية دي رمزية تسليم الوثيقة دي وثيقة النقاش اللي تم وثيقة التناول اللي تم وثيقة القرارات اللي تمت في قضية من اخطر القضايا اللي بتقابل الانسانية كلها النهاردة قضية الارهاب اللي بتهدد العالم كله نقاشاتكم تتجمع وتتم اخراجها بشكل رائع ووفد من حضراتكم يسافر للامر المتحدة يسلمها لي الامر المتحدة والخارجية المصرية تساهم وتساعد في تنفيذ هذا الامر ويتم القاء الدق عليه اعلاميا بعد اذنكم يعني انا مش انا بشكركم على اللي انتو عملتوه انتو حسستونا ان احنا عادين فعلا في مجلس الامن بكل ما تعنيه هذه الكلمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة